بملف آخر أعلنت مديرية التربية والتعليم في منطقة عفرين عن انطلاق العملية التعليمية فيزيائيا في المدارس يوم الأحد المقبل الرابع عشر من الشهر الجاري لجميع الصفوف والمراحل يذكر أنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا في المنطقة منذ آذار الفائت العام الماضي شهدت المدارس إيقافة للعملية التعليمية وإعادة تدرجية لبعض الصفوف أود لك هذه للحديث عن افتتاح المدارس في الرابع عشر من الشباط الجاري حدثنا عن استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة من جديد نعم إذا كنا نتحدث عن استعدادات الفنية والمهنية كان هناك قبل الإعلان عن إعادة فتح المدارس كان هناك دورات تأهيل للمدرسين أطلقتها مديرية التربية في منطقة عفرين بحيث يتم إعادة تأهيل لنفس المدرسين يتم إخطاعهم لدورات تدريبية دورات بسلوك التدريسي ودورات مهنية لتطوير مهاراتهم لاستقبال هذا العام الجديد على الصعيد الفني أيضا المدارس تم تجهيزها من ناحية تعقيم المدارس وهذا الأمر تنجرى عدة مرات خلال الفترة السابقة حتى وإن كانت مغلقة كان يتم تعقيم المدارس في ظل جائحة كورونا يوم الأحد سوف يكون هو اليوم الأول للفصل الثاني من هذا العام بحيث سوف تعود المدارس لإستقبال جميع الطلاب ليحضروا دروسهم فيزيائيا داخل المدرسة وهذا الأمر ينطبق على مدينة عزاز وأيضا مدينة الباب بحيث هذه المناطق جميعها سوف تعود لإستقبال الطلاب بكافة المراحل طبعا لإستقبال الطلاب ليحضروا دروسهم فيزيائيا أدى صلوا تقريبا هذه الطلاب منقطعين عن الدراسة؟ يعني هناك كان قرار منذ بداية انتشار فيروس كورونا بالشهر الثالث بإيقاف العملية التعليمية فيزيائيا تم إعادة فتح هذه لبعض المراحل منها مراحل الصفوف السابع والثامن ولكن بقيت متقطعة لم تكن مستمرة بشكل كامل بمعنى حوالي الثمانية أشهر كانت العملية فيزيائية منقطعة عن المدارس يوم الأحد سوف تعود بشكل طبيعي طبعا إلى جميع المدارس طيب بالنسبة لعدد الطلاب في الصف الواحد هل سيكون الصف مقتض بالطلاب أم في تباعد اجتماعي؟ أكيد هو ما رح يكون في تباعد اجتماعي تقليل عدد الطلبة يعني مشان يفهموا الطلاب إذا مو مشان كورونا يعني صراحة هذا الأمر ما فيه تأكيدات عليه ولكن كنت عم بتحدث مع المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي وخبرني أنه شكل الصفوف سيكون مشابه لما كان قبل أزمة كورونا بمعنى إذا كان هناك عداد إضافية فسوف تبقى على حاله وبالتالي ثلاث طلاب يكن بالمقعد الواحد بالغالب ولكن بمدينة أفرين لحد الآن ما زال هناك دوامين دوام صباح وبعد الظهر فبالتالي ممكن يكون العداد أقل من هيك ممكن يكون بالمقعد طالبين ولكن بالحد الأقصى طبعا ثلاث طلاب كما هو معتاد يعني 50 طالب بالصف أكيد هذا الشيء ممنيح سواء لكورونا وحتى لاستيعاب الطلاب لا أنا أعتقد أنه رقم 50 هو رقم كبير تقريبا يعني حسب المتابعة أعتقد الرقم بال40 يعني في فرع عشرة أكيد نتمنى من الجهات المسؤولة تقيل عند الطلاب في الصف الواحد وأيضا تقديم المعاقيمات والكيمامات للطلاب شكرك على جهودك هادثاتين مراسلنا كنت معنا من عفري شكرا لك شكرا لأيكم